فيديوهات كتير قوي بصوا يا جماعة في حاجات كده مصيرية قد يحدث في بعض الاحيان امبرح هكلمكم على ايه اللي حصل في التحكين ضرب الجزاء للزمالك ضرب الجزاء للمقاولين ضرب تربتين جزاء تانين لم يحتسبوا وما صحح ولا غلط اوفصايد من نص الملعب بيتحسب على سامي هلهل ليه احمد علي وينتشر على السوشال ميديا الاوفصايد ده كأنه هدف سليم هوريكم بالادلة والكسة انا من وجهة نظري ما عنديش مشكلة ان ضربة الجزاء الزمالك سليمة مليون في المية ما فيهش جدال اللعب واللعب عبوهاب سليم ده يعني من الواضح ان هو طول الوقت عنده مشكلة في الباكليفت وقلش كذا كورة وبيخش بطريقة فيها نوع من التهور وكان من المفترض ان يطرد فيه اكتر من لعبة يعني وبالتالي ضرب الجزاء سليمة مليون في المية احمد علي اللي شفناه في الصورة لا يدل ان فيه ضرب الجزاء ولكن قد يكون هناك زاوية اخرى بتقول ان الوينش زقه او شده الحكم افضل ما عديش مشكلة على احتسابة ضرب الجزاء لكن لكن كهربا استخلص الكورة محمود ابو صعود ملمس ملمس الكورة ولكن لمس رجل كهربا وهو بيلعب محمود ملوش دعوة بالكورة خالص كورة بعيدة عنه لمس لمسة خفيفة لمسة تقيلة قد يكون اللمسة دي سبب في ان اللاعب رجلية الكعبل وبالتالي ضرب الجزاء سليمة مليون في المية لم يحتسبها الكابتن محمد الحنفي ثم كرة اخرى بتيجي وضحة تماما في ايد اللاعب في ايد اللاعب شوف الايد اليمين رحل فين لرجل كهربا وعادي ما فيش مشكلة يعني واضح جدا ان الكورة ضرب الجزاء مليون في المية طيب نروح لكورة اخرى وهي كورة الهاند بول او الكورة اللي جات في ايد لعب الباكليفت بتاع المقولين العرب واضحة جدا بتاع تحزم امام الطارق سامي المساعد الحكم قدامه قدامه يعني هي الكورة قدامه فاش اي مشكلة يعني اي حد يشوفها هل الايد وضعها تمام كده هل ده طبيعي هل ده منطقي طيب قانون كورة القدم بيقولك لو انا حسبت ضرب الجزاء ايه بحسب ضرب الجزاء تاني ولا بيقولك لو في عشر ضربات جزاء تحسب العشرة قانون كورة القدم بيقول ايه طيب ارجعولي يا جماعة انا مش هتوقف قدام كل ده بسيبكم من كل ده بسيبكم من القصص دي خالص هتوقف عند حاجة واحدة بس اللي بأكد فيها ان الكابتن محمد الحنفي شايف بعنيه كل حاجة في كورة من الكور قرر كابتن يعني زاوية الرؤية واضحة وحاكم الاضافي كله سيبك من القصة دي ارجع تقر في كورة اللي اتفرج على المطش كويس حسب كابتن محمد الحنفي فاول بسبب التهور وان اللاعب كان متجه لهجمة وعدة وبالتالي اعطى انذار هجمة وعدة خلاص من المفترض ان المعايير واحدة عند الحكم حصل ان كورة تلعبت عالية اللاعب عبوهاب سليم ده جاي طلع الكورة قلشها فالكورة عدت خدها حمد النجاز وراح وخد اللاعب في ظهره تمام خد اللاعب في ظهره شد وجذب محاولة اعاقة لللاعب حمد النجاز اللي هيروح وهتكون هجمة وعدة نفس المنطق اهي نفس المنطق بتاع طبعا الكورة دي لو عدى هيروح بسرعته طبعا هو الصورة جاية على لاعب اخر جاله بعد ما وقع هجمة وعدة وبالتالي في قانون كرة القدم بيقول ان اما تكون هجمة وعدة وعدة وفيه تهور ده كمان ده مش تهور ده اصد فيه اصد للاعاقة يعني انا قلشت اللاعب خد الكورة انا بمنعه عشان ما يتقدمش بالكورة وتكون كورة خطيرة علي بعد ما قلشت الكورة قولا واحدا المفروض انذار تاني وانا شايف بعنايا وعملت ده وشاورت وشاورت الشرط الاولاني عملت ده وشاورت الشرط الاولاني بسبب ان ان كان فيه هجمة وعدة ودت انذار عليها طب ما ادتش انذار عليها ليه دي يعني بصوا كام لعيب لو عدد لعيبها الورا لعيبها واتفر واتفر ليه ما ادتش انذار ليه ما ادتش انذار ام حازم امام عدم اللاعب عبوهاب سليم طيب لو كان خد انذار في الكورة دي وتم طرده ما كانش هيجيب جون التعادل ما هو اللي احرز الهدف مثلا بالمنطق اذا قرار تسبب في تغيير النتيجة لان انت وانت بتلعب عشرة غير ما بتلعب حداشر غير ما تكون بتلعب عشرة وانت مغلوب في كرة القدم ده اسمه تغيير في النتيجة او حتى متعادل تغيير في النتيجة وبالتالي كابتن محمد الحنفي مبارح اخطأ اخطاء كارثية من وجهة نظري ولم يطبق القانون بل طبق ان انا عدي بالمطش اصلي فيه مطش الزمالك والاهل اللي جاي اصلي اي 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 يعني نعدي بلاش اطرد اللاعب اصلي هو القانون بيقول انت لازم تطرده لا 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 مش اطرده خلاص كفاية هو ده هو ده منطق كابتن محمد الحنفي امبارح وصراحة كابتن محمد حنفي السنة دي فيه اكثر من كرة المساعدين اه نجدو بل فيه اساسا كرة قاعد فيها عشر دقايق والموبايل نجدو واحد اتكلم على الموبايل والحاكم الرابع ادى الحاكم الخامس لا دي كرة ما جاتش في ايده دي كرة جات في ايده ولغى هدف بعد ما تأكد ما فيش فار احنا ما عندناش فار طب ازاي واحد هيسيب حاجة وبعد عشر دقائق يلغيها طب ما هو فيه ال communication system زي ما بيقولوا في ثانية بيقولوا البعض لو الحاكم الرابع او التانية او التالت شاف بعد عشر دقايق اصرار على احتسابها ثم الغيها يبقى تلي فونجي علاص شافوها في الاعادة واحنا ما عندناش تقنية الفار على العموم ما حدث امس يضاف لاحداث كارثية في توقيطات مهمة جدا ليفقد نادي الزمالك الدوري العام او محاولة ان هو يفقد دوري العام ولكن الحاكم